منتخب سوريا يواجه منتخب ايران في رابع مباراة لمنتخب سوريا تحت قيادة الكابتن نبيل معلول منتخب سوريا في اختبار صعب جدا امام المنتخب الايراني العنيد المنتخب الايراني القوي المنتخب الايراني اللي بيلعب بشكل هجومي وبطبيعة الحال للمنتخب السوري مطالب بتحقيق نتيجة ايجابية لارضاء الشارع رياضي السوري ولمصالحة الجمهور الزعلان بعد النكسة التي تعرض للمنتخب أمام منتخب البحرين والخسارة القاسية بنتيجة 3-1 وبأداء سيء جدا قعد مباراة منتخب سوريا ومنتخب إيران باليوم والساعة والقنوات الناقلة للمباراة أهمية مباراة منتخب سوريا ومنتخب إيران تصنيف المنتخب السوري والمنتخب الإيراني عالميا وآسيويا أهم لاعبي منتخب إيران اللي تم استدعاء لمباراة مع منتخبنا توقعي للتشكيلة اللي ممكن يلعب فيها الكابتن نبيل معلول أمام المنتخب الإيراني توقعي للنتيجة ولو حابب تعرف كل هالتفاصيل تابع الفيديو للأخير فاصل صغير وراجعين السلام عليكم متابعين قناة رياضي سوريا أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وبفيديو اليوم أول شي رح نحكي عنه هو موعد مباراة منتخب سوريا ومنتخب إيران باليوم والساعة والقنوات الناقلة للمباراة المباراة يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 30 آذار الساعة الرابعة عصرا والمباراة طبعا منقولة على قناة الرياضية الإيرانية وبنسبة 90% رح تكون منقولة على التلفزيون السوري أي قناة سوريا دراما أو سوريا القضائية وهيك بنكون حكينا عن الجزء الأول من الفيديو اللي هو موعد مباراة منتخب سوريا ومنتخب إيران بالتفصيل أما الجزء الثاني فهو أهمية مباراة منتخب سوريا ومنتخب إيران طبعا منه بضروري جدا جدا أن يظهر المنتخب السوري بشكل مغير عن مباراة عن الشكل اللي بهر فيه في مباراة البحرين بتوقع المدرب نبيل المعلوني غير من أفكاره بهذه المباراة يغير من قطته وبيلعب بطريقة دفاعية أكتر من اللي لعبها بمباراة البحرين مباراة البحرين كان اللعب فيه مفتوح والمباراة مهمة كتير بالنسبة لمنتخب سوريا لسببين السبب الأول أنه المنتخب لازم يحافظ على تصنيفه العالمي ما بدنا نخبط بشكل ملحوظ على التصنيف العالمي والسبب الثاني اللي حتى يرجع الثقة لللاعبين حتى يكون عربون صلحة بين اللاعبين والمدرب من جهة والجماهير السورية من جهة أخرى الجماهير السورية بغاضبة جدا من أداء المنتخب مع البحرين الجماهير السورية الكثير منها غير راضي عن أداء المدرب ولا أداء اللاعبين لهيك لازم يكون الأداء مقبول والنتيجة مقبولة أيضا أما عن تصنيف المنتخبين عالميا وآسيويا في المنتخب الإيراني بالمركز 29 عالميا وبالمركز الثاني آسيويا أما المنتخب السوري بالمركز 77 عالميا وبالمركز 10 آسيويا وهيف بنكون حكينا عن أهمية مباراة سوريا وإيران بشكل سريع ومقتصر وحكينا عن تصنيف المنتخبين عالميا وآسيويا هون بنكون وصلنا لحديثنا عن أهم لاعبي المنتخب الإيراني اللي رح يكونوا متواجدين بمباراة سوريا وإيران القادمة ومن أهم هذول اللاعبين اللاعب سردار أزمون لاعب نادي زينيتو الروسي والهداف الحالي للدور الروسي الممتاز ب13 هدف اللاعب عنده 33 هدف دولي عمره 26 سنة وطوله 186 سنتيمتر أما اللاعب الثاني فهو اللاعب مهدي طارمي لاعب نادي بورتو البرتغالي رابع هدفي الدوري البرتغالي بتسع أهداف سجل ثلاث أهداف في آخر لقاء بين سوريا وإيران اللي انتهى بنتيجة 5-0 لصالح إيران وعنده 22 هدف دولي عمره 28 سنة وصاحب هدف أحد أهداف بورتو على نادي يوفنتس في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم أما اللاعب الثالث فهو اللاعب كريم أنصاري لاعب نادي أيك أثينا اليوناني ثاني هدفي الدوري اليوناني بعشر أهداف عنده 26 هدف دولي وعمره 30 سنة أما عن تشكيل المتوقع لي ممكن يلعب فيه الكابتن نبيل معلول أمام المنتخب الإيراني فبتوقع يبدأ بحراسة المرمى إبراهيم عالمي كونه مركز حراسة المرمى مركز حساس جدا ونحن عم نلعب مباراة قوية جدا مع المنتخب الإيراني فلا مجال للأخطاء أبدا أما عن الظاهير الأيسر فبتوقع يبدأ بالكابتن خالد كردغلي كونه مؤيد العجان مجاهز بدنيا كنا شفناه بمباراة البحرين ما كان بالفورما أبدا فبتوقع الكابتن خالد كردغلي بظهير أيسر بظهير أيمن بتوقع يشرك عمره جنيات بهذا المركز كونه اللاعب عنده لعبان قبل هالمرة بهذا المركز وكونه يوسف محمد أثبت أنه أثبت عدم جدارته بهذا المركز قلبي الدفاع بتوقع بيبدأ بالأرنقوت وعبد الرزاق لمحمد أما الارتكاز بتوقع بيبدأ بمحمد العنز ومحمد عثمان صانع ألعاب إياز عثمان والجناح لأيمن محمود المواس الجناح لأيسر ورد سلامي أو ممكن يبلش بالحلاق ورأس الحرب عبد الرحمن بركاته وإذا لاحظت أنه التشكيلة اللي توقعت أنا فيها تغيير من 5 إلى 6 لاعبين عن التشكيلة اللي لعب فيها الكابتن نبيل المعلول أمام المنتخب البحريني وفعلا إذا الكابتن نبيل المعلول بده يحسن من المستوى اللي يظهر فيه المنتخب أمام البحرين لازم يغير من 5 إلى 6 لاعبين من التشكيلة اللي بدأت أساسية بمباراة البحرين أما عن توقعي لمباراة سوريا والبحرين فصراحة أنا متفائل جدا بالمنتخب متوقع تكون النتيجة إيجابية بتعادل أو فوز وبطبيعة الحال متوقع يكون الأداء جيد أفضل من مباراة البحرين ورقميا بتوقع المباراة تروح للواحد واحد أو 2 واحد لسوريا ويريد أنتو كمان تكتبوا لي توقعكم للتشكيلة اللي ممكن يبدأ فيها الكابتن نبيل المعلول بمباراة إيران وعن نتيجة مباراة سوريا وإيران بالتعليقات وهون بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو وبنلتقي بفيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر